اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بإذن الله اليوم سوف نبدأ دورة تدريب المدربين عد الأيام هتكون ان شاء الله على 12 يوم هيكون يوم وترك طبعاً جدول المحاضرات موجود وصل لكم فيه هيكون بالنهاية الدورة هيكون فيه اختبار تحتيري او اختبار نظري وهيكون ايضاً فيه مشروع وتسليمه يعني نصف او للتخرج من دورة تدريب المدربين والحصول على الشهادة لابد من اجتياز الامتحان وكمان الصوت واضح واضح الصوت واضح الناس اللي بتقول ما فيش مشكلة ما فيش صوت يبقى المشكلة من عندكم ممكن تغيره الهند فري او ممكن تغيره السماعة فإذا الاجتياز الدورة والحصول على الشهادة من جامعة رجلة الافتراضية لابد اولاً من اجتياز الاختبار التحريري في نهاية الدورة وفيه يكون ان شاء الله يكون فيه مشروع سوف نتحدث عنه فيما بعد طيب اولاً اليوم المحاضرة الاولى سوف نتحدث عن اهداف البرنامج الاهداف الرئيسية من البرنامج التدريبي مخرجات البرنامج المهارات التي يكتسبها او يكتسبها المتدرب الاحتياجات التدريبية اللي هي تحديد الاحتياجات واهمية تحديد الاحتياجات التدريبية ومستويات واكتسب المهارات اللي سوف يتم اكتسبها من الدورة التدريبية في البداية قلت حابة اعرف طبعاً كلنا نتفاعل على الشات ولكن حابة اشوف سارة سارة بس دي احدة تفضل يا سارة تفضل يا سارة تفضل يا سارة ممكن تكتبي به هناك تفضل يا سارة يمتلك سؤال ممكن تكتبي به في الشمذات للأسف مش هنقدر نعدل بالتوقيت تمام إذن هنبدأ الدورة إن شاء الله وبعد ذلك هنفتح مجال تدريب مجال الأسئلة ماذا تتوقع من هذه الدورة ماذا تتوقع أن تستفيد من هذه الدورة نكتب في الشات ماذا تتوقع أن تستفيد مهارات التدريب الإمام بصفات المدرب الناجح ممتاز جداً إعداد حقائب تدريبية تطوير مهارات الأسليب مهارات المدرب القدرة على إعداد تدريبات تنمية المهارات وزيادة الخبرات تطوير مهارات التدريب الإبداعي مهارات الإلقاء تعامل تطوير أسليب التدريب زيادة الخبرات مهارات التدريب الإلكتروني زيادة الخبرات ومهارات التدريبية الاستفادة لغة الجسد أنواع المتدربين استطيع إعطاء الإدمادة التدريبية تطوير مهارات الإلقاء والخبرات معرفة طرق التدريب الحديثة شكراً الأسليب التدريبية زيادة القوة الشخصية ومعرفة التعامل مع أي موقف ممتاز جداً كيف أصبح مدرب اكتساب مهارات التعامل وتعليم الكبار تطوير مهارات التدريب قبول مجمع مبادئ مهارات التدريب قدرة على التواصل دراجات الصوت اتقان مهارات التدريب بشكل عام ممتاز ممتاز جداً جداً أشكركم أشكركم على هذا التفاعل الرائع هنتعرف أول شي على أهداف البرنامج أهداف البرنامج التدريبي وهو أولاً التعرف على مفهوم أهداف دورة حياة التدريب التدريب سواء إذا كان تدريب عملي وهنتعرف الفرق المباهي منهما أو تدريب مادة علمية أو التدريس حتى أيضاً يدخل في مجال التدريب التعرف على أهداف دورة حياة التدريب بيمر بدورة حياة أو بمرحلة زمنية فإحنا نطلق عليها دورة حياة التدريب رصد الاحتياجات التدريبية للمتدربين أي سوف نتعرف على ماذا يريد المتدربين ونرصدها وكيف نحقق الاحتياجات التدريبية مهمة جداً للوصول لدرجة الاستفادة من أي برنامج تدريبي وهو توفير وتحقيق احتياجات التدريبية للمتدربين فبذلك أو بهذه الجزئية نستطيع أن نحكم إذا كان التدريب ناجح أم لا فهذه الجزئية المهمة التعرف لذلك أنا سألتكم في البداية لما سألتكم في البداية ماذا تتوقع من البرنامج التدريبي فبالتالي أنتم تكتبوا الاحتياجات التدريبية أنتم متوقعينها من هذه الدورة التدريبية فلذلك كان أول سؤال لأنه هو أول اهتماماتي في رحلة التدريب هو تحقيق احتياجاتكم التدريبية التعرف على الإسلوب العلمي لتصميم البرامج التدريبية في كثير من الناس بتحصل على دور التدريب مدرب أو إعداد مدرب ولكن لما يبدأوا في تطبيق العمل والخوض في عملية التدريب على أرض الواقع يلاحظوا أن العملية التدريب نفسها شيء آخر أو العامل الفعلي شيء آخر فإذن مهم جدا أن نحن نتعرف على الإسلوب العلمي لتصميم البرامج التدريبية ولها أسس وقوانين وقواعد مهم جدا أن نحن نتعرفهم إعداد الحقيبة التدريبية بإسلوب علمي طيب فيه ناس تقول أننا هدرب مادة عملية يعني مثلا ممكن فيه نجار فممكن يدرب أمال على عملية النجارة فيه مثلا شيف أو طباخ ممكن يدرب ناس تانية مثلا على عملية أو طرق المهارات الطبخ الشيف يعني أقصد أن هناك دورات تدريبية عملية فهل لها حقائب تدريبية؟ نعم نعم عملية التدريب ليست عملية عشوائية إن أنا عندي مهارة وبعلمها بشكل هذا ولأ إحنا هنا بنتعلم بإسلوب تدريب على أساس علمي فبالتالي لابد من إعداد حقابة تدريبية حتى لو كانت المادة التي يتم التدريب عليها أو الموضوع التدريب نفسه موضوع عملي ولكن أيضا هذا الموضوع العملي لابد من مفاهيم وخبرات ومعلومات صحيحة حتى يستطيع المتدرب يدقن هذه المهارة أو يدقن الصنعة يعني حتى لو هندربوا على صنعة معينة أيضا لابد من توفير معلومات علمية وأسس وأصول تمكن من هذه المهارة مثل كانت عملية أو مواد نظرية إعداد الحقائب التدريبية فبالتالي مهم جدا نقل المعرفة والخبرات للمتدرب من خلال أسليب ووسائل التدريب المختلفة يعني أرى أن هناك مثلا الناس عندهم خبرة كبيرة جدا في مجال معين ممكن يكون في مجال طب ممكن يكون يعني فيه أطباء كبار عندهم خبرة كبيرة في الطب ممكن مهندسين عظماء يعني عندهم خبرة في مجال الهندسة فهناك أشخاص لديهم خبرات كبيرة جدا في تخصصهم فكيف أن الباقي يستطيع أن يستفيد من هذه الخبرات فلابد من مثلا هذا الطبيب الخبير اللي لديه خبرة كبيرة يوصل هذه الخبرة إلى اللي هما لسه مبتدئين في عملية الطب أو المهندسين اللي لسه مبتدئين أو المعلم حتى اللي لديه خبرة كبيرة في التدريس يحتاج أنه هو أو نحن نحتاج أنه هو يوصل يوصل هذه الخبرة إلى المتدربين فإذن يحتاج أيضا هذا المعلم هذا الطبيب الخبير هذا المهندس الخبير أي إن كان الوظيفة فإذن لديه يحتاج المهارات والأسليد والوسائل التي تمكنه من توصيل هذه المعرفة ونقل هذه الخبرات للمتدربين فبالتالي هيكون الاستفادة أكتر لأن ليس كل ما هو ذو خبرة يستطيع توصيل هذه الخبرات والمعلومات فبالتالي 22 سنة وأعمل بالتدريب منذ سبع سنوات ممتاز جدا يبقى إذن هنا الأستاذ أو البشر مهندس محمد بيقول إنه هو مهندس خبرة 22 سنة وبيعمل بالتدريب منذ سبع سنوات فده ممتاز جدا أنه يكون لدينا خبرة في مجال معين وننقل هذه المعرفة والخبرات بإسلوب علمي بإسلوب صحيح للمتدربين أيضا كذلك هتكون الاستفادة أفضل وأكثر بكثير إدارة اللقاء التدريبي بكفاءة وفاعلية وبناء وتوجيه الفريق داخل القاع طيب قبل ما انتقل النقطة الأعمال ما الفرق بين الكفاءة والفاعلية ما الفرق بين الكفاءة والفاعلية أنا هفتح لكم الصوت ولكن ما الفرق بين الكفاءة والفاعلية ياريتني كده نجاوب إلا هيقدر يجاوب يعمل علامة رفع اليد وهفتح له الصوت ما الفرق بين الكفاءة والفاعلية هنا بنقول من أهداف البرنامج التدريبي إدارة اللقاء التدريبي بكفاءة وفاعلية خلينا نسمع أستاذ محمد تفضل أنا بعد إرسال تفضل أستاذ محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أعطيك العافية الفاعلية هي أداء تحقيق الأهداف بالوقت المحدد بينما الكفاءة تحقيق الأهداف بأقل التكاليف تحقيق الأهداف بأقل التكاليف طبعا شكرا أشكرك من آخر راما تفضلي راما مرحبا الكفاءة أن يحقق أهداف بأقل التكاليف الممكن الفاعلية نسبة تحقيق الأهداف نسبة تحقيق الأهداف أشكرك مين معنا تاني تقدم عفوا أنا أتوقع بأن ممكن الجميع يمتلك كفاءة أو عدد يعني يمتلك كفاءة لكن ليس الجميع قادر أن يكون فاعل أظن هذا هو صحيح يعني فيه كثير يمتلك الكفاءة لكن الفاعلية ليس الكثير ولكن السؤال كيف أو ما الفرص بين الكفاءة والفاعلية يعني الفاعلية أن يكون فاعل في المجال أنه يقدر أنه يقدر يوصل للكفاءة هو يمتلكها ينقل خبرته الآخرين أو بيؤثر فيه الكفة نفسه هو كفة لكن لا ينقل خبرته وليوسله ممكن مرة أخرى أستاذ أحمد فضل أستاذ أحمد ممكن مرة تانية أيما حضرتك سمعاني حضرتك كده فضل السلام عليكم عليكم السلام الكفاءة تتعلق بالمدارب نفسه أما الفاعلية نقل خبرته للآخرين وتفاعلهم معك في التدريب تماما شكرا شكرا جدا جزيلا بكم ده طبعا ده نوع من أنواع العصف الذهني وهناخده بعده كده قدام إن شاء الله اللي هي العصف الذهني في الأسئلة أننا طبعا ما يفعش أقول لحد فيكم إجابتك صحيحة أم خاطئة ولكن كلنا فكرنا مع بعض الفرق بين الكفاءة والفاعلية بشكل عام المقصود هنا بالسؤال ليس فقط في التدريب ولكن بشكل عام الكفاءة والفاعلية الكفاءة إن أنا أد أوصل أو الوصول للهدف بدقة أو بنجاح في وقت محدد ولكن الفاعلية الوصول للهدف بكفاءة في وقت قصير أو في وقت أقل من الوقت المحدد فهنا الفاعلية يعني فيه ناس ممكن تنجز الهدف ولكن تاخد وقت طول جدا وصلت له بكفاءة أي نعم وحققت الهدف بكفاءة أي نعم ولكن الوقت أو عامل الوقت كان قصير لكن كان مدة طويلة ولكن الفعلية هي الوصول للهدف بكفاءة عالية وفي وقت قصير يعني بمعنى بإنجاز وبطرق فعالة فداش فرق بين الكفاءة والفعلية بالشكل عام أما في التدريب فهناك هنا توصيل المعلومات وتوصيل المهارات بشكل متميز وبفاعلية هنا يكون في وقت قصير يستطيع المتدرب اكتساب وتطبيق هنا بقى الفعالية إن المدرب في وقت قصير المتدرب في وقت قصير استطاع أن يكتسب هذه المهارات والمعلومات ويطبقها بتفاعل وبفاعلية فإدارة اللقاء التدريبي بكفاءة وفاعلية وبناء وتوجيه الفريق داخل القاعة التدريبية مهم جدا إن تقسيم الفريق والتعلم التعاوني داخل القاعة التدريبية اكتساب مهارات الأداء المسرحي واستخدام في تفعيل اللقاء التدريبي طيب إحنا هنا منقول الأداء المسرحي هل فيه ناس هتقولي طيب أنا مهندس وهوصل خبرات هندسية يعني كيف أستخدم الأداء المسرحي أنا مثلا طبيب وهوصل خبرات في الطب فكيف أستخدم مهارات الأداء المسرحي مين يجاوب على هذا السؤال الأداء المسرحي يعني كيف يتم استخدام الأداء المسرحي نعم لغة الجسد المقصود هنا الأداء المسرحي واستخدامه في تفعيل الدقاء التدريبي ده السؤال ما المقصود هنا بمهارات الأداء المسرحي أيوة كسر الجليل بين المدرب تنسيل الأدوار اللي هي استراتيجيات التعلم مهارات التواصل التفاعل تمام تمام فإذن هنا إيه الأداء المسرحي هنا بقى التواصيل العملي أو التشخيص العملي للمهمة نفسها أو للمهارات تقدم التدريب كما أنه لو أقوم بالتمثيل لإصال المعلومة ممتاز جدا التفاعل المتكامل المحكاة ممتاز جداً من خلال جلسات المحكاة لموضوع أتدريب رائع جداً جداً أشكرت يا رهف فإذن فعلاً هو كأن الإيه محكاة أو السيميليشن كان الطالب بيبدأ يتعرف على الطلبة وهكذا إذن ده المعنى الأداء المسرحي اللي هي بنعمل الطرق لا مش المقصود هنا به الطرائف والنقط الأداء المسرحي هنا ليس المقصود به النقط أو الطرائف ولكن هي المحكاة المحكاة لموضوع التدريب نفسه والتفاعل العملي مع المتدربين اكتساب أيضاً من أهداف البرنامج هو اكتساب مهارة استخدام لغة الجسد توصيل المعارف والمهارات للمتدربين بكفاءة عالية وبكفاءة وفاعلية فإحنا هللاحظ كلمة كفاءة وفاعلية عشان إحنا عرفنا الفرق ما بينهم فبالتالي هنا لغة الجسد لها وسيلة أو لها دوكيبر جداً في توصيل المعارف والمهارات اكتساب معينات التدريب بكفاءة عالية تناسب عناصر التدريب معينات التدريب أي الأدوات اللي هتساعد المدرب في عملية التدريب طيب من يقول لي مثال على معينات التدريب اكتساب معينات التدريب بكفاءة عالية تناسب عناصر التدريب يريد نكتب معينات التدريب مثل البروجيكتور الصبورة لوحة القابض تكنولوجيا سلايدات ممتاز جداً العرض الجيد الممتاز ممتاز جداً شكراً البسترات رسوم متحركة اللي هي الأدوات اللي بيستخدمها المدرب ده من سميها معينات التدريب وأيضاً لو التدريب على شكل شيء عملي فهي الأدوات الأدوات اللي يتم استخدمها يبقى إذن سواء كانت الأدوات أو طرق أو عناصر اللي هنستخدمها في عملية الشرح دعم اتخاذ القرار في قاعة التدريب وتقييم الأفراد علمياً دي نقطة مهمة جداً جداً فيه ناس بتسجل في دورات تدريب مدربين في أماكن كتيرة ويبتاخد الشهادات وممكن تاخد كرنيه كمان إنه هو مدرب معتمد ونلاحظ إنه هو لا يصلح تماماً أن يكون مدرب يعني فيه نخاط كتيرة جداً سواء فيه طريقة التوصيل أو في طريقة الشرح أو طريقة حتى التعامل لا يصلح أبداً أنه هو يكون مدرب وبتفاجأ إنه هو مع الكرنيه مدرب مدربين أو مدرب معتمد من جهة كبيرة فإذن عملية اتخاذ القرار في إننا أدي للشخص ده شهادت إنه هو تدرب على مهارة معينة فده شيء ليس بسهل أبداً فده طبعاً لازم يكون فيه مراعاة للضمير وإحنا هنساءل أمام الله على حاجة نفس كده نفسه برضو المعلم إذا ينجح الطالب من غير ما يستحق هذا النجاح ومن غير ما يذاكره ولا أي شيء وينجحه ممكن يكون بقى على أي سبب آخر أو بنلاحظ أني مثلاً بنشوف فعلاً أطباء لا يصلحون أبداً أنهم يكونوا أطباء أو مهندسين فدول أخذوا الشهادات أو لو سألنا كيف حصلوا على هذه الشهادات فبالتالي هنا إيه؟ الموضوع لم ينفذ شيء لم ينفذ شيء من اللي تعلمه فبالتالي هنا إحنا كمدرب أنت كمدرب لذلك في إيدك قرار أن المتدرب ده يستحق أن يكون بعد ذلك أنه هو مثلاً اكتسب المهنة أو اكتسب المهارة اللي تعلمها ولا يستحق ولا لا فبالتالي ده قرار إيه؟ لابد من أن يكون قرار صحيح وسليم ومش بالسهل أبداً أن يصدر نفس هذا القرار لذلك إحنا في جامعة رجد قررنا أن يكون فيه اختبار نظري وفيه مشروع حيتم التسليمه حتى يحسب كل منكم على شهادة ويستحق أنه هو يكون فعلاً إيه؟ مدرب مدرب معتمد طيب مخرجات البرنامج إحنا تكلمنا عن أهداف البرنامج التدريبي المخرجات إيه هي بقى نتواتب البرنامج نفسه؟ أول شيء خلق اتجاهات إيجابية لدى المتدربين نحو مفهوم التدريب وأهميته وحاجة الميدان المهني والعلم إليه في هذه المرحلة يبقى أول شيء اتجاه إيجابي للمتدربين فيه ناس ممكن يكونوا حاولهم قبل ذلك أو قبل الفضور معنا يعني أنهم حاولهم أنهم يخذوا دورات تدريبية ولكن حسوا أنهم ما استفدوش ما استفدوش حاجة فعندهم مشاعر سلبية نحو التدريب نفسه أو أنهم شفوا نماذج من المدربين للأسف لا يمكن أن يقال عليهم المدربين ومثل سيء يعني فبالتالي أيضا أفضلهم مشاعر سلبية فبالتالي هنا مهم جدا أو المخرجات التعلم أو المخرجات هذه الدورة بإذن الله هو اتجاه إيجابي لكم أنه هنغير مفهومنا للتدريب وهيكون التدريب ده رسالة لنا كلنا ونبدأ بالنية أول شيء طبعا أي عمل لابد أن تصبقه النية هنا النية أنه هو نشر العلم لما احنا كلنا نبدأ هذه الدورة التدريبية بنية نشر لأن كل ما لديه علم أنه ينشره ابتغاء طبعا صدقة جارية أول شيء تاني حاجة أكيد هيكون فيه عائد أو استفادة في المستقبل بإذن الله فبالتالي هنا بداية النية السليمة بهذا العلم اللي احنا بنتعلمه تاني شيء أهمية الميدان وحاجة الميدان لهذا التدريب نلاحظ أنه فيه طلبة أو خارجين جامعات وما بيشتغلوش فإذن يعني إحنا هنساعدهم أو كيف يتم مساعدتهم فلاقي منكم منهم أو منكم مشهور رح يفيدنا التدريب نعم نعم هنا كان فيه سؤال تمام إن المدرب يكون بالبداية فعلا هيسأل نفسه أنا فايدة هذا التدريب فايدة التدريب لو كل واحد منكم سأل نفسه في البداية ماذا أستفيد أو ماذا سوف أستفيد من هذا التدريب وماذا أفيد من هذا التدريب يعني ما نفكرش فقط في الفائدة اللي هتعود علينا من هذا التدريب لا كيف نفيد الآخرين من هذا التدريب وده سؤال مهم جداً في منكم أكيد طبعاً كل واحد منكم أو في كتير من دول مختلفة على مستوى الوطن العربي فكل واحد منكم عنده علم وعنده خبرة في مجال معين فليه إحنا نحتفظ أو نغلق على هذا العلم أو على هذه الخبرة ليه إحنا ما ننشرش وكتير من الطلبة وكتير من الشباب محتاجين هذه الخبرة فعلاً محتاجينها جداً فإذن فبالتالي تبقى هي دي البداية حاجة الميدان المهني والعلمي لهذه المرحلة أن يمتلك المتدرب مهارات وقدرات التدريب أو المدربين المتميز المبدع يعني الحمد لله رب العالمين أخدت جائزة الإبداع على مستوى الكويت وفي الإمارات وأخدت التميز الإبداعي أو التميز في الإبداع من جائزة أو نصابقة مي وين للمبتكرات والمبدعات فإذن أنا عندي أعشق شيء اسمه الإبداع ومدرب مدربين معتمد من ديونه في مهارات التفكير والإبداع أو مهارات التدريب الإبداعي فبالتالي عملية الإبداع ده يعني بحطها دايماً في كل حاجة بعملها المبدرب المبدع المتدربين أو نشر العلم فإذن هنا المتدرب بقى أو يكون من أهدافنا أو من مخرجات يمتلك المتدرب القدرة على تحديد الإحتاجات كل واحد منكم هيبدأ يحدد إحتياجات التدريبية أو في نهاية الدورة إن شاء الله فكل واحد منكم هيقدر يحدد ما هي الإحتاجات التدريبية التي تتناسب مع خبراته ومهاراته ويستطيع إن شاء الله أن يوصلها للآخرين وينشر هذا العلم وهذه الخبرات أن يمتلك المتدرب مهارات التنظيم والالتزام بالوقت ونظر نقطة مهمة جداً وحسن التعامل مع المتدربين فإذن المتدرب أن يمتلك المتدرب مهارات التنظيم لها نقطة مهمة جداً ألاحظ أن بعض المدربين ممكن دورة التدريبية تبقى مثلاً 300 ساعة التدريبية أنا بسمعي أرقام فلكية في عدد الساعات التدريبية وفي النهاية المتدرب لا يحصل على المعلومات الأساسية أو المهارات الأساسية اللي المفروض سجل في البرنامج على أساسها أو أنه يستفيد منها طيب راح فين كل الوقت ده ده بسبب عدم التنظيم أو عدم الاتزام بالوقت ضيع الوقت مثلاً في النقطة وفي المزحة أو في الفكاهة ضيع الوقت في التجهيز ضيع الوقت في أسئلة ما ليس لها علاقة بالموضوع أصلاً بموضوع الدورة التدريبية أو في كلام جانبي فبالتالي مهم جداً 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 إن يمتلك المتدرب معانا هنا في دورة إحنا أنا بقول كلمة المتدرب اللي معانا في دورة التدريب المدربين أن تمتلكوا مهارات التنظيم والالتزام بالوقت لأنه ده نقطة مهمة جداً جداً وعند إعداد الحقيبة التدريبية تبقوا أعددتوها بطريقة فعلاً تغطي كل الإحتاجات التدريبية في الوقت المناسب في وقت الدورة فهذا شيء طبعاً مهم جداً جداً والأهم من كده حسن التعامل مع المتدربين إن شاء الله ربنا يقدرني ونكون عند حسن ظنكم طيب هنبدأ أول شيء التدريب التدريب ما هو التدريب؟ أو مفهوم التدريب مفهوم التدريب هنا مثلاً نفس السؤال أو الإجابة موجودة هو الأداء التي تهيئ الفرد لأداء مهام إدارية وفنية بكفاءة عالية يكون مردودها ذا أهمية بلغة في تطوير الفرد والمجتمع بشكل عام طيب محتاجة منكم تكتبوا لي مفاهيم أخرى للتدريب نفس ما هنا رانا قالت هو رفع كفاءة المتدربين تمام رفع كفاءة المتدربين ممتاز طيب تعلم نشط حلو جداً هو نقض يريد تكتبوا لي مفاهيم أخرى للتدريب أنا عرضة قدامكم دلوقتي مفهوم يريد تكتبوا لي مفاهيم أخرى هو نقل الخبرة من المدرب إلى المتدربين ممتاز نقل معلومات لا نقل معلومات فقط أو إيصال معلومات فقط دي معلومة هنتكلم عنها دلوقتي الوصول تنمية مهارات تغيير القناعات نقل المعرفة والمهارة والخبرة إكساب مهارة وتغيير القناعات ممتاز جداً جمعاً معرفة إكساب هو إكساب المتدربين مهارات جديدة ممتاز نقل معلومات جديدة إكساب الخبرة يحتاجها الناس نقل المعارف التأثير على المستند بطريقة صحيحة زيادة إيمان وثقة المتدربين المعلومات وتعليم سلوك هو عملية منظمة هو عملية منظمة لنقل المعلومات ومساعدة المتنقل للوصول لهدف والتفكير خارج الصندوق وحل المشاكل ممتاز جداً 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 نقل الخبرة المتدربين العمل على إعداد أشخاص مؤهلين للعمل ممتاز ممتاز جداً تطوير مهارات المتدربين ما شاء الله اكساب مهارات تغيير سلوك وأفكار المتعلمين شكراً شكراً جزيلاً بكم على هذا التفاعل رائع جداً ما شاء الله من أول يوم كده حسناً كل اللي موجودين معايا مدربين مش عارفة ليه فإعطاء مهارات المتدربين ممتاز جداً جداً طيب رائع جداً أشكرهم على هذا التفاعل في ناس بس عند تعليق في ناس بتقوله هو توصيل معلومات طيب ما الفرق بين التعليم والتدريب ما الفرق بين التعليم والتدريب ياريت نرفع إيدينا أو نعمل عنامة رفع اليد وهسمح لفتح المايك ما الفرق بين التعليم والتدريب التعليم والتدريب ما الفرق بين التعليم والتدريب أنا عايدة حدي من اللي ما شركوش نفسيز محمد محمد فضان محمد بكير أسكتو أن نوت طريب فضان التدريب يكون على موضوع معين يرفع خبرة أشخاص فيه وتكون فترة التدريب قصيرة أما التعليم التعليم تكون فترة طويلة وبشكل عام يتضمن جميع العلوم أنواع العلوم أشكرا شكرا بشار السلام عليكم أعطا أن التدريب تشمل التعليم يعني يركز على تنمية المهارة بالإضافة إلى تغيير قناعة الشخص أما التعليم يركز فقط على تنمية المهارة أو تسابها التعليم يركز على تنمية المهارة فقط أشكرك أشكرك أولا أولا تفضلي السلام عليكم أيها السلام عليكم معك أولا السيدلانية ومدربة معتمدة من فريق جون ماكسويل الأمريكي التعليم هو ما شاء الله طيب لحظة واحدة بقى تفضلي لحظة واحدة بقى دكتورة علاء أزة سيدلانية ومدربة بالدربة في مجال السيدة ومدربة في مجال السيدة أو في مجال آخر يعني إله علاقة يعني بسيطة عن اللي عنده خلفية طبية بيكون أفضل في إدارة تلمية الإرادات كماما هو دلان ليس ألت السؤول ده لإني في كتير جدا مدربين بيدربوا في مجال غير تخصصهم تماما وهناتكلم يعني عن الموضوع تمام أعلم بك تشرفت بك تفضل الله يحفظت طبعا الفرق بين التعليم والتدريب التعليم هو إيصال معلومة جديدة للمتلقي ممكن يكون المتلقي هدفه فقط المعرفة وزيادة الثقافة أما بالنسبة للتدريب فهو إيصال معلومة مع المهارة في كيفية استخدامها في الحياة العملية والوصول إلى أهداف في تحقيق إما أهداف عملية في الوصول لرؤية الشركة أو أهداف لمشاريع معينة أو لأنه لحل مشكلة معينة داخل العمل فمحتاج هو المهارة عشان يقدر يحل المشكلة فهدفه كان دخول للتدريب الحصول على هاي المهارة لحل المشكلة أشكرك شكرا جدا لك شكرا لك طبعا مش بحس مش أنا قلت لكم أن أنا حسن لكل اللي معايا مدربين طيب يعني كده الموضوع بقى أصعب يعني إن شاء الله يعني ربنا يقدرني وتتعلموا معلومات جديدة بإذن الله طبعا مشاء الله عليكم كاتبين برضو في الشات في الناس كاتبة التعليم التقليدي هو نقل معلومات فقط أما التدريب فنقل معلومات تنمية معراضة غير اصنعات أحسنتي فاطمة أو فاطمة فعلا شكرا جدا جدا على كل اللي كذبوا وتفاعلوا معنا ففعلا نفس ما قالت نقول بقى الدكتورة على إن التدريب التعليم هو توصيل معلومات نفس المدرس توصيل معلومات ولكن نفس المدرس العادي نفس المدرسين العاديين أو التقليديين أما التدريب فهو إكساب معلومات تنمية مهارات تغيير قناعات وسلوك تغيير قناعات وسلوك هذه النقاط تبقى متوفرة أو يفضل إنها تكون متوفرة أو فعلا هتكون متوفرة في المعلم المبدع فالمعلم المبدع هو فعلا الذي يدمج بين التعليم والتدريب بياخد دورة التدريب مدرب مدربين فيوصل ليس فقط توصيل معلومات بهدف الانتحان او اجابة الانتحان او الشهادة فقط لا اكساب مهارات تغيير قناعات تعليم بهدف تغيير سلوك فعلا تغيير اتجاهات واقيا فاذا هو ده التدريب في ناس كذبا التدريب للفئات الاكبر سنة لا انا يعني دربت اطفال صغيرين عايز اقول لكم في اطفال صغيرين اخذت دورة التوت معايا وبقوا مساعدين في عملية التدريب ودربوا اطفال تانين واحسن حد يوصل معلومة لطفل تاني هو طفل نصر وفي منصة وحاليا بيشتغل على مشروع ان هيكون ان شاء الله بيزن منصة لاطفالهم اللي هيعلموا لاطفال تانين او يقدموا كرصات في البرمجة لاطفال تانين او اطفال اخرين فاذا هنا التدريب ليس فقط او الفرق انهم فعلا اذا هنا مش التدريب يقتصر او التدريب لا يقتصر على الفئات الصغيرة لكن المعلم المبدع هو من يدمج بين التعليم والتدريب يعني ما يكونش شغله فقط داخل الفاصل فقط لتوصيل معلومة هو ده التعليم ولكن اكتسب مهارات في المادة العلمية اكتسب مهارات حياتية اكتسب مهارات شخصية هل هو استفحيل حتى التغيير قناعات واتجاهات وتعديل صلوك ويحلم هو ده هدف المعلم المبدع طيل انواع التدريب احنا عندنا نعلم من التدريب التدريب العاملي والتدريب المهاري التدريب العاملي او تدريب علمي تدريب علمي وتدريب مهاري ما الفرقة بين المهاري طيب هنا بس هنا يارى بتقول التدريب يكون من خلال مناقشة بين المدرب والمتدرب غير التعليم لا المفترض كمان التعليم يكون في مناقشة من استراتيجيات التعليم والحوار والنقاش طيب ما الفرق بين تدريب علمي وتدريب مهاري العلمي أكتر تخصص بالمعلومات فعلا والمهاري على ممارسة ومتلاك مهارة نفسي ما قلت إن ممكن يكون مهندس بيدرب على كيفية رسم تصميم لمبنى فده تعملية الرسم التصميم ده بيكتسب متدرب مهارات الرسم مهارات الدزاين ممكن يدربهم على عملية البناء نفسها أو معماري يعني فبالتالي ده مهاري على مهارات أو بيكتسب حرفة يدوية فده بنسميه تدريب مهاري أما التدريب العلمي فبيكون أكثر على مادة علمية تطبيقات لمادة علمية في الحياة تدريب على آلة جديدة آه ده التدريب المهاري اللي هو على آلة جديدة أما التدريب العلمي فبيكون على مادة علمية وأيضا بيكون في تطبيقات عملي لأن في الناس بتقول التدريب العلمي معلومات لا التدريب العلمي بيكون أيضا في تطبيقات للمادة العلمية اللي بيدرسها ولكن مش مهارة أما المهاري هنا فيما نسميها مهارات حياتية نفس صنعة باختصار يعني بمعنى أصح الفرق بين التعليم والتدريب إحنا قلنا أن الفرق بين التعليم والتدريب فالتعليم هنا إكساب معلومات فقط أما التدريب تنمية معلومات تنمية مهارات وتعديل قناعات وتغيير سلوك تعديل قناعات لو المدرب لم ينجز هذه النقاط أو لم يحقق هذه الأمقاط فبالتالي يكون هنا فيه خلل في عملية التدريب هذا الشيء مهم جدا يعني مثلا ممكن في البداية الخالص أو في بداية التدريب نلاحظ أن المتدرب وخاصة المتدربين اللي عندهم مشاكل سلوكية مشاكل سلوكية وإحنا بنقابلهم كثير جدا يعني بنلاقي منهم مثلا المتكبر ناقي منهم المشاكس ناقي منهم عندهم مشاكل في الأخلاقية لو هذا المتدرب من بداية التدريب لنهايته لم يحدث أي تغيير في سلوكه فبالتالي هنا التدريب في شيء ينقص أو في مشكلة في عملية التدريب نفسها لأن هنا المدرب قدوة المدرب قدوة فدايما القدوة لما نفس المعلم نفس المعلم ما في طلبة بيقتدوا أو بيقضوا المعلمين دول قدوة حتى طريقة الكلام بيكتسبوها منهم فبالتالي معناها أنه هو مش هيكتسب منه معلومات فقط لا عندما يأخذ الطالب المعلم قدوة عندما يأخذ الطالب المعلم قدوة فبالتالي هيكتسب منه معلومات وحيكتسب منه أيضا قناعات وسلوك ومهارات تلقائيا لأنه أخذوا قدوة فبالتالي لو المدرب لم يكن قدوة لمتدربينه فبالتالي هيبقى الموضوع فقط تكسب معلومات ليس أكثر تمام؟ فإذن دي نقطة مهمة جدا جدا لابد أنه يجب على المدرب تغيير المدربين وتنمية مهاراتهم وسلوكهم فعلا فعلا الاحتياجات التدريبية ما هي الاحتياجات التدريبية؟ الاحتياجات التدريبية يعني الدوافع التي دعت إلى تصميم البرنامج التدريبي نحن في البداية خالص نتحقيق الاحتياجات التدريبية طيب لما عرضت في البداية ديكم الاحتياجات التدريبية التي سوف يتم تحققها في هذه الدورة دور التدريب مدربين تقريبا وبعد كده سألت لكم في البداية تقريبا كتبتم كل الحاجات اللي إن شاء الله همغطيها خلال الدورة فبالتالي قبل مبدأ الدورة التدريبية بفكر وأبحث عن الاحتياجات التدريبية التي أستطيع تحققها في هذه الدورة أو في الدورة التدريبية إن كان موضوع الدورة فهنا الاحتياجات التدريبية تعني تحديد الدوافع التي دعت إلى تصميم البرنامج ما الهدف الرئيسي لتصميم هذا البرنامج ففي البداية الخاص أو أول سؤال بتبدأ كمدرب تسأله نفسك ماذا أو لماذا أقوم بعملية التدريب ما الدافع للقيام بهذه الدورة التدريبية أو ما الدافع لتقديم هذه الدورة التدريبية وأيضا في سؤال آخر وده مهم جدا جدا ما هي الفجوة بين ما هو قائم وما هو متوقع ما هي الفجوة بين ما هو قائم وما هو متوقع لأن أحيانا نفس ما قلت لكم في ناس تحضر دورات تدريبية ممكن 100 ساعة تدريبية 30-50 ساعة تدريبية ولكن بعد انتهاء الدورة التدريبية دي يشعروا إنه ما فيش أي استفادة إنه ما استفادش فهنا فعلا بيخسر فجوة كبيرة بين القائم وبين المتوقع يبقى المتدرب جاي يشعر بصدمة أو بخيبة يعني إن هي ما استفادش أي شيء من الدورة للحضر لأنه في فجوة فإذن هنا بالتالي مهم جدا عند بداية أي دورة تدريبية يعني بحدد الدوافع التي دعت إلى تصميم البرنامج التدريبي ومتوقع الاستفادة منه حتى لا تكون هناك فجوة أو أسعى خلال الدورة إلى تحقيق هذا الهدف فعلا نسمى الأستاذ محمد قال إن هي تحقيق تحقيق المتوقع من الموظفي البيانات وأن يكون قادرين على تحليل البيانات القائمة آه فعلا إنه من خلال موظفي البيانات نقدر آآ نحدد ما هو الإحتاجات تمام جدا أنا بس بشوف الأسئلة آآ مفهوم لو مصطلحات التدريب باللغة الإنجليزية أو يكون هناك ملف خاص بالمصطلحات التدريبية باللغة يعني محتاج ترجمة باللغة الإنجليزية ولا دافع في تعليم جمهورات القائمة دي هنا واضحة هل أنت محتاجة ترجمة لللغة المادة باللغة الإنجليزية هل أنت محتاجة المادة بالتدريب المهاري المصطلحات طيب آآ راما راما دقيقة واحدة يا راما أسمح لك بالمشاركة ثاني بس أعملي علامة رفع اليد راما يعني آآ أيوة هنا رامض فضلي عذورين بس لأن العدد من شاء الله يعني كبير فمش هقدر أننا أسمح لك بالمشاركة تمام دكتورة بس أنا بدي أحكي شغلة هلأ لما نصمم أي برنامج تدريبي لشركة معينة رح ناخد ثلاث احتياجات اللي هي حاجة الشركة حاجة الوظيفة بالإضافة لحاجة الموظفين بس ممتاز جدا مدخلة ممتاز جدا سعلا نفس ما قلت دي أشكرك أن احنا بنحتاج حاجة الشركة وحاجة الموظفين وده طبعا بنحصل عليها من خلال مسؤولين البيانات وتحليل البيانات أشكرك تماما يبقى إذن هنا مفهوم الإحتاجات التدريبية وهذا هو المقصود بمفهوم الإحتاجات التدريبية طيب أهمية تحديد الإحتياجات طيب ممكن في النهاية خالص اللي عنده سؤال ممكن يبقى يكتبها يبقى بعدين كده هابتح في النهاية إن شاء الله اللي عنده سؤال هيبقى يكتبه بس إحنا عشان نبقى في موضوع ما نخرجش عن الموضوع المنحضر نفسه وفي النهاية هسمح لكم اللي عنده سؤال إن شاء الله طيب أهمية تحديد الإحتياجات التدريبية ده طبعا مهم جدا مهم جدا جدا إن إحنا نحدد الإحتياجات التدريبية لماذا مهم تحديد الإحتياجات التدريبية؟ ممكن تتبه في الشات لماذا مهم تحديد الإحتياجات التدريبية؟ أو ما هي أهمية تحديد الإحتياجات التدريبية؟ ممكن تكتبه في الشاش بالظبط هو أول خطوة للعالم التركيز على الإحتياجات وعدم السروج عن الأهداف لتحديد الأولويات توفير الوقت بالظبط القدرة على بناء الأهداف ممتاز جدا حتى نخرج على موضوع تدريب طيب فرضا مثلا حد هيدرب حد مثلا بيدرب في مجال معين وعنده حقيبة تدريبية ولكن رح يقدم هذه الدورة التدريبية في مؤسسة في مؤسسة فلاحظ أن الإحتاجات التدريبية نعم في نفس الموضوع ولكن زيادة عن موضوع الدورة اللي بيقدمها طيب ماذا يفعل ماذا يفعل فرضا في حد بيقدم دورة مثلا عن هوفير الوقت طيب السؤال تان السؤال مرة أخرى في حد مثلا بيقدم كذا مرة في الهندسة نفس ما معانا في بشمهندس محمد تاليم بيقدم دورة مثلا في الهندسة أمان بقى سابع سنين بيقدم دورات في مجالات الهندسة المختلفة ولكن في الشركة هندسية طلبت منه أنه يقدم دورة تدريبية في برنامج هندسي ما مشتغلش عليه قبل كذا من مثلا بيقدم دورات في المجالات الهندسة المختلفة وطلب منه في نفس المجال ولكن شيء جديد أو مختلف عن اللي بيقدمه ماذا يفعل أيوة مهمة جدا أن احنا ندرس الشريحة بإمكانية يعتذر ممكن يعتذر عن التدريب أو ممتاز ممتاز جدا ففينا سألت أنه ممكن يزود معلومات الفرصة أنه يبحث صالما هو في تخصصه صالما هو في تخصصه عشان كده أنا بقول إيه بقول اللي يدرب في تخصصه أنا أفضل جدا اللي يدرب في تخصصه هيكون أفضل بكتير من أنه يدرب في مجال آخر فالص خير تخصصه ليه لأنه عنده الأساس العلمي بيعيد صيغة الأهداف وتدريب أهداف الحقيبة التدريبية نعم فاطمة ممتاز جدا بس أنه هو بيفضل فعلا ممكن يتبحث أكتر هي دي بتكون بقى فرصة أنه يزود معلوماته طالما في مجال تخصصه هيكون الموضوع بسيط جدا لكن ما يجويش حد مثلا تريك طب وينطلب منه تدريب في مجال هندسة ويقول آه أنا مدرب معتمد أنا مدرب مدربين معتمد فممكن أدرب أي حاجة بشوفها كتير جدا بشوف كتير جدا يعني الناس مثلا خرجين حقوق وبص ألاقيهم بيدربهم حاجات في الهندسة طيب أنت للأسف شديد في الناس يأخذوا دورة تدريبية في مثلا في لغة برمجة معينة ويطلعوا يدربوها طيب ما هي الدورة التدريبية دي لا تكفي لازم تكون أنت ممارس أو طبقت واكتسبت الخبرة وطبقتها أكتر من مرة في هذا المجال اللي أنت هتدرب فيه فمهم جدا المعلومات والخبرة الخبرة وحدها لا تكفي والمعلومات وحدها لا تكفي لابد أن يكون المعلومات والخبرة فبالتالي ده اللي هيفرق لو أنت متخصص في هذا المجال وطلب منك معلومات جديدة أو أهدف جديدة للتدريب فبالتالي أنت تقدر تزود معلوماتك وتنمي من مهارتك وبالتالي بعد كده أنت عندك أساسيات التدريب حينها وبطريقة غير مناسبة لكن لو نفس التخصص هتقدر تدرب لكن إذا تخصص مختلف تماماً عن تخصصك فالأفضل هو أنك تعتذر فإذا أنا عملية التدريب كيف سوف أقدم أو أكسب الآخرين مهارة أنا أصلاً ما اكتسبتهاش أكيد صعب والمتدربين أكيد هيبقى وصلهم النقطة دي صعب جداً أن الواحد يكسب مهارات نحن قلنا من هدف التدريب وإكساب مهارات طيب كيف أنت تكسب مهارة لا تكون متقنة أو لا تتقنها صعب جداً جداً فبالتالي هنا لما يكون في مهارة جديدة لقد أولاً أن أكون مكتسبها وطبقها أكثر من مرة وأتقن هذه المهارة وبعد كده أقوم بتدريبها وده هيكون سهل لو أنت بتدرب في مجالك وفي تخصصك لكن لو بتدرب في غير مجالك أو في غير تخصصك أكيد طبعاً الموضوع هيبقى صعب لأن ليس لديك المعلومات ولا المهارة نفسها ليس لديك المعلومات ولا المهارة فهنا ده شيء مهم جداً لذلك دائماً دائماً أنصح بأن اللي يدرب بيدرب في مجال وفي تخصصه هيكون الموضوع بفرق كبير جداً لأن لديك المعلومات الكافية والمهارات أنت بتنميها من خلال من خلال الممارسة والتطبيق العام فهنا أهمية تجد الإحتياجات التدريبية حتى يمكن بناء برنامج تدريبي مناسب للاحتياج الفعلي ما يكونش الموضوع مجرد كلام وتضيع وقت وخلاص وخاصة لما يطلب مني تدريب مؤسسة أو إدارة فمهم جداً أسأل عن الإحتياجات التدريبية لهذه الإدارة يعني ممكن أنك بتقدم دورة تدريبية إدارة تعلمية مثلاً يعني وحيكون إحتاجات التدريبية مختلفة من إدارة تعلمية إلى إدارة أخرى يعني ممكن نلاقي المرحلة الابتدارية أو بنقدم دورات تدريبية للمدرسين في المرحلة الابتدارية غير الدورات التدريبية اللي بنقدمها للمدرسين مرحلة المتوسط أو الثنوي لأن الفئة العمرية مختلفة الصفات العمرية مختلفة فبالتالي أنا مش هتعامل مع الأطفال نفس ما بتعامل مع المراهقين أو مع الكبار فده نقطة مهمة جدا حتى لو مجال التدريب واحد ولكن بجمع معلومات عن المكان أو المؤسسة اللي أقدم فيها الدورة التدريبية حتى يحقق كل الإحتياجات التدريبية وأعرف الأساليب والوسائل اللي مطلوبة لكل منطقة مستويات الإحتياجات التدريبية في إحتياجات تدريبية لتحسين الأداء لدى الموظفين وبما أني كنت بعمل رئيس قسم تحسين الأداء في وزارة التربية في الكويت فموضوع تحسين الأداء ده مهم جدا جدا بتقدم دورات تدريبية فيه تحسين الأداء هنا بيشمل تحسين الأداء كوظيفة وتحسين الأداء في التعامل وتحسين الأداء في المدى العلم العملية نفسها في المجال العملي فبالتالي هنا احتياجات تدريبية لتحسين الأداء لدى الموظف المفروض يكون ده أول هدف من أهداف المدرب إنه هو عملية تحسين أداء للموظفين في هذه المؤسسة أو العمال إذا كنا هنقدم دورات مهارية احتاجات تدريبية لتحسين الأداء الإداري للإدارية فإذا اللي أنا كنت بعمله في شعب التحسين الأداء كنت بقدم دورات تدريبية للمدراء الإدارات التعليمية دورات تدريبية للمدراء المدارس ودورات تدريبية للمعلمين ورؤساء الأقسام والمشرفين فكل واحد فيهم كانت له حقيبة تدريبية مختلفة تماما رغم إن الحقيبة أساسا هدفها هو تحسين الأداء ولكن كل فئة كان لها الإدارة الإدارية أو مدراء الإدارات التعليمية كان غير مدراء المدارس كان غير المشرفين ورؤساء الأقسام غير المعلمين. رغم ان Cle heading واحد هو تحسين اداء. فبالتالي احتياجات تدريبية لتحسين الاداء الوظيفي وتحسن الاداء الاداري وتحسن خدمات الفنية والانتاجية في المؤسسة. مهم جدا ايضا من ضمن الاحتياجات التدريبية اي مؤسسة هو احتياجات تدريبية لتحسين خدمات الفنية الادارية والانتاجية في المؤسسة او الادارة. طيب سؤال عند هذه الجزئية. الإحتياجات التدريبية لتحسين الخدمات الفنية الإدارية والإنتاجية في المؤسسة ما هي هذه الإحتياجات؟ يريد كده بما أنكم مثلاً مدربين وكل واحد بيدرب في مجاله فإذن ما هي الإحتياجات التدريبية لتحسين الخدمات الفنية الإدارية والإنتاجية في المؤسسة على حسب تخصصة؟ يريد كده؟ يريد تكتبوه؟ ما هي الإحتياجات التدريبية لتحسين الخدمات الفنية؟ مهورات التواصل للإداريين ممتاز جداً إي تاني ما هي الاحتئالات التدريبية تحسين موقع العمل قدرات الموظفين التكنولوجية ممتاز جداً مهمة جداً دلوقتي في كل المجالات تنمية القدرات التكنولوجية المعرفة الكافية إدارة الجودة نعم فعلاً تنظيم الوقت ممتاز ممتاز جداً التواصل ومهورات خدمة العملاء إدارة الوقت تحسين بيئات مهورات التواصل تكنولوجيا أو التواصل بالتدريب على إنجاز مهام الإرادات وحاية المصرفات تطوير المهورات بناء ثقافة الولاء المؤسسين ممتاز جداً جداً التنظيم بدارة الوقت مهورات حل المشكلات رائع رائع جداً جداً برنامج ممتاز ممتاز جداً ممتازين جداً جداً فإذن فعلاً المبادرة فعلاً صح فإذن دي كلها معلومات أو مهارات مهم جداً أي مدرب يكون عنده العلم والخبرة والمهارة الكافية أنه يوصن لأن دي احتياجات مهمة في أي حقبة تدريبية أي إن كانت تخصص اللي هتقدم فيه الدورة التدريبية ولكن هذه الجزئية بالتحديد هذه الجزئية بالتحديد مهمة جداً جداً تكون أنت كمدرب متقنها تماماً متقنها تماماً يعني متقنها تماماً يعني فقط ليس فقط تكون مجرد سلايدز أنا بشرحها لا يعني أنت مثلاً هتكلمهم عن تنظيم الوقت والمدرب أو المتدرب شايف أنك بتضيع الوقت بشكل كبير ومش ملتزم بكثير في وقت متأخر طيب ما دي مهارة هتكلمت زي هتوصلان صحي ولا لا فهيبقى بالتالي كده ما فيش مصدقية بينك وبين المتدرب هتعلمهم مثلاً مهارات التكنولوجية وأنت لسه مش عارف تستخدم الداتا شو أو البروجيكتور أو حتى السلايدز اللي بتعرضها غير يعني إيه مدية تقليدية جداً ما فيهاش أي مميزات زي هتعلمهم التكنولوجيا أو المهارات التكنولوجيا وأنت لسه مش متقنها فدي نقطة مهمة جداً جداً فأي مدرب مهم جداً أن ينمي نفسه المهارات بقى اللي هي الصوفت سكن اللي إحنا بنقول عليها اللي مطلوبة بيس لها علاقة بتخصص أو مطلوبة في كل التخصصات اللي هي تنظيم نفسي ما قلتم تنظيم الوقت مهارات التواصل التكنولوجيا مهمة جداً تنظيم القاعة نفسي ما قال لنا وضع قوانين للجلسة سيد محمد فديت منسميها إدارة الوقت إحنا قلنا الإسلوب الحوار والإقناع اللي إحنا بنسميها فن الاتصال فإذن دي مهم جداً المهارات دي بطالما أنتوا بدأتوا مشوار التدهيب أياً كانت تخصصكم مهم جداً هذه المهارات الشخصية تكونوا أطفنتوها أو متقنها تماماً لأنكم هتوصلوها من خلال البرنامج التدريبي أياً كان تخصص عشان كده بقول في مهارات أساسية لابد أن يمتلكها المدرب أياً كان تخصصه وهي اللي بتؤدي أو بتساعد على تحسين الخدمات الفنية الإدارية والإنتاجية دي الإدارة والمؤسسة لما أنت تدرب أو لما أنتم كمدربين تدربوا موظفين المؤسسة على إدارة وتنظيم الوقت لما تدربوهم على التحكم في الإنفعال لما تدربوهم على فن التواصل واحترام الآخرين لما تدربوهم على المبادرة وحب العمل لما تدربوهم على التفكير الإبداعي من خلال هذه ما تبقاش دورات مو مفاصلة لأنهم يعني فيه ناس بتقول عليها تنمية بشارية أنا مش بحب أقول المصطلح ده ولكن هي مهارات شخصية تطوير ذات فلا بد أن المعلم يكون يتقنها المهندس طبيب أي كانت تخصص العامل الاحترام الآخرين دي كلها احنا بنقول عليها قيم تربوية دي قيم تربوية مهمة جدا جدا أن احنا نكتسبها أو نكون نتميز بها حتى يتم تغيير القناعة فعشان كده لما تتوفر هذه القيم تكون متقنها تماما أو المهارات الحياتية احنا بنقول عليها أنا حب أقول عليها قيم تربوية القيم من تربوية موجودة في الدين الإسلامي وفي الدين المسيحي فبالتالي أتستطيع أنك تكسبها احنا هنا بنقول ده الجزء بتاعي بقى تغيير أو إكساب مهارات وتغيير قناعات وسلوك ده تقدر تسميه أو ده تقدر تتوصله من خلال هذه من خلال هذه المهارات اللي احنا قلنا تماما طيب الأهداف اللي عامة هنبدأ بقى نتكلم عن الحقيبة التدريبية قبل طبعا ما نبدأ تدريب لازم نحنا نجهز الحقيبة التدريبية ولا إيه في ناس ما بيقرش في أي حقيبة تدريبية أصلا يعني في ناس بتضرب ومش مش موجود أصلا عندها حقيبة تدريبية فبالتالي هنا مهم جدا قبل ما أبدأ التدريب أكون معد الحقيبة التدريبية ما هو الهدف من إعداد الحقيبة التدريبية ها ياريتني اكتب في الشات تهدف الحقيبة التدريبية إلى إيه بقى الوصول للأهداف هي مدة المحضرة ساعتين فاسمحوا لي للأسف مش هيقدر يكون فيه فاصل يعني يجب أن يكون هناك إعداد للتدريب تنظيم الوقت وتنظيم المعلومات ترتيب الأفكار ممتز جدا تنظيم عملية إعطاء المعلومة تحديد الأهداف ممتز معرفة تدريب وضوح الهدف تعرف ملاءمة المادة حسب إحتاجات التدريب ممتز جدا ترتيب الأفكار فعلا إصال المعلومات الضرورية واللازمة الوصول والإلمان بالمادة تنظيم إعطاء المعلومات تنظيم المعلومات ممتز جدا الحصول على نتاج قابلة للقياس ممتز جدا فهنا بقى اللي هيفرق ما بين حد متمكن من المادة اللي هيقدمها وحد كده يلا مجرد أخذ دورة وراح يقدمها ده اللي أنا بشوفه كتير جدا في الناس بتأخذ الدورة وتروح تدرب فيها إزاي ما أعرفش فبالتالي هنا إعداد الحقيقة التدريبية هنا بقى الإلمام إكساب المتدربين المهارب أشكركم أشكركم جدا جدا على المشاركة فبالتالي هنا الحقيقة التدريبية مهم جدا إعدادها لأنها بتساعد على تنظيم الأفكار والوقت والمعلومات وتنظيم الوقت حتى وتنظيم المادة طيب الهدف منها هو إكساب المتدرب مهارب تحديد الأهداف العامة للتدريب وصياغتها يعني أنت لما تبدأ تتعلم معانا أو تتعلم فيه خلال هذه الدورة هتبدأ أول شيء عشان أبدأ أجاهز الحقيقة التدريبية صياغة الأهداف فموضوع صياغة الأهداف العامة للتدريب إحنا منحتاجها منحتاجها عن إيه؟ أول ما تيجي تقدم على تدريب في مكان أو مكان يطلب منكم تدريب فأول شيء بيقولك اكتب لي أهداف التدريب صحي ولا لأ فعملية صياغة الأهداف دي أول جزئية في التدريب لما أبدأ صيغ الأهداف يبقى أنا ملتزم بكل هدف أو كل نقطة موجودة في هذه الأهداف ولابد أن تتحقق عشان ما ينفعش أكتب أهداف في ناس تكتب 20-30 هدف وما تقدرش متحققش منهم غير خمسة بس بالدورة التدريبية فإذن صياغة الأهداف ده من الأول جزئية لإعداد الحقيبة التدريبية هتكتسب أو مهارة وضع الأهداف الخاصة للتدريب في ناس برضو يعني ودو خاصة خاصة اللي هم بيحضروا دورة ويرح يقدموها دورة يروح يضربوا فيها لا هم عارفين يصغوا الأهداف ولا عارفين يحددوها أصلا ولا هم حفظين فمنسميه إيه؟ بيقلت أو تقليد أعنى للأسف وفي ناس هو مش بيستمروا لازم كل واحد يبقى ليه بصمة لازم يبقى كل واحد ده مهارة وميزة بيوصلها فبالتالي هنا صياغة أو إعداد الحقيبة التدريبية من أهداف تجهيز الحقيبة أو أنك وتتعلمه كيفية إعداد الحقيبة التدريبية هي أنك تكتسب مهارة وضع الأهداف الخاصة للتدريب إحنا عندنا أهداف عامة عندنا أهداف عامة للتدريب وأهداف خاصة للتدريب تمام؟ فدي لازم أول نقطتين إحنا نحددها لما نيجي نصيغ الحقيبة التدريبية أهداف عامة وأهداف خاصة بعد كده إيه تاني؟ من حقيبة التدريبية تنمية مهارات كتابة الأهداف التدريبية طيب كتابة الأهداف التدريبية دي مهارة وأسس الناس اللي هما خارجين تربوي ممكن يكونوا أخذوها صياغة الأهداف الدروس لما يجي أكتب درس قامل تحضر لدرس إزاي أصيغ الأهداف السلوكية والأهداف العامة فبالتالي يومي جدا هنتعرف على كيفية كتابة الأهداف التدريبية من الجانب المعرفي والمهاري والمجداني عشان كده إحنا قلنا في التدريب هو إكساب مهارات وتغيير القناعات صح؟ فبالتالي لازم أتعرف يكون عندي هدف معرفي اللي هي المعلومات هدف مهاري لكساب مهارات والوجداني الهدف الوجداني لتغيير القناعات فبالتالي عند إعداد الحقيبة التدريبية لابد من تحقيق هذه الأهداف معرفي ومهاري وجداني يعني ما جيش أركز على هدف طب في ناس تقولي طب أنا هقدم دورة مهارية يبقى إذن خلاص يعني ليه أهتم بالمعرفي أو الوجداني؟ لا إحنا قلنا المدرب حتى لو بتدرب على مهارة معينة فلابد من أن تكون خادرا على إكساب معرفة في هذه المهارة تغيير قناعات وتعديل سلوك وأيضا إكساب هذه المهارة صح؟ فبالتالي مهم جدا أنك توفر في الحقيبة التدريبية هذه الجوانب الثلاثة أو هذه الأهداف التدريبية في هذه الجوانب دي نقطة مهمة جدا 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 أن احنا نوفرها في الحقيبة أو نحققها في الدورات التدريبية اللي احنا هنقدمها من خلال تعلمك لإعداد الحقابة التدريبية هتكتسب مهارة إعداد المحتوى التدريبي الجيد وليس العادي نفس ما قلنا لما يبقى مثلا المدرس محضر الدرس ولا مدرس يجي فجأة كده المدير أو رئيس القسم يقوله تعالى اشرح الدرس التولاني وهو ولا مرة شرحه أكيد أكيد هيكون في فرق في فرق جدا في الثقة في المعلومة الثقة في المعلومة اللي هيقدمها في طريقة التوصيل المعلومة تنظيم المعلومة نفسها و تنظيم الوقت وإدارة الحصة غير طبعا ما يكون متفاجئ أو راح يدرس حتى لو في تخصصه راح يدرس كده درس أو يقدم درس أو يشرح درس مش محضر له أصلا وماشرحهوش قبل كده فهنا إعداد المحتوى التدريبي الجيد مهم جدا يكون يكون فعندما يكون مدرب فبالتالي مهم جدا أنه يعد محتوى تدريبي جيد تنمية قدرة المتدرب على وضع هيكلة البرنامج التدريبي طبعا المؤسسات يطلبوا منكم أو من المدربين اللي هيقدمه مثلا دورة التدريبي المؤسسات يقدم لهيكل البرنامج التدريبي ده هيكون موجود في الحقيبة التدريبية إعداد برنامج تدريبي جيد برضو غير إحنا بنقول هنا إعداد محتوى تدريبي غير برنامج تدريبي محتوى تدريبي يعني من خلال إعداد الحقيبة التدريبي هتستطيع إعداد محتوى تدريبي وبرنامج تدريبي ما الفرق بين المحتوى التدريب والبرنامج التدريبي المحتوى التدريبي هنا الموضوع اللي أنا هقدمه المعلومات المدورة التدريبية لكن البرنامج التدريب هيبقى كم يوم كم ساعة مدته قد إيه عدد الحضور قد إيه من فئة المستهدفة ده الإعداد للبرنامج التدريب تنمية القدرات القيادية لدى المتدربين القدرات القيادية طب إيه ده يعني أنا هنمي القدرات القيادية لي يعني المفروض من خلال الحقيبة أكون مجهز جزء كده ومن ضمن الإعداد في الحقيبة قدرات القيادية لدى المتدربين مش إحنا قلنا التدريب هو تغيير مهارات أو إكساب مهارات ومهارات القيادة دي من أهم مهارة يكتسبها الشخص المدرب والمتدرب صحي ولا لا فإذن القيادة هو اتخاذ القرار لكلها من المهارات المهمة جدا فإذن مهم جدا تنمية القدرات الخيادية لما أنت تبدأ تحط أو تضع الحقيبة التدريبية الخاصة بيك في ناس أو في مدربين بيشتروا حقائب تدريبية أي نعم للأسف الشديد ويبقى هنا مادة تدريبية copy و paste ونفس كلام اللي بيقوله بيقول المدرب التاني والمدرب التالت وكل المدربين بيقولوا نفس الخلام لا ده طبعا غلط هنا مهم جدا أن المدرب يضع الحقيبة التدريبية الخاصة بيه هو هيلاقي نفسه فعلا مدرب متميز لما تدعب في الحقيبة التدريبية اللي بتحطها للبرنامج التدريبي الخاص بيك هتلاقي نفسك فعلا متميز ومميز فإذا هنا تنمية القدرات دي ده قدرات قيضية دي ده المتدربية طيب بالنسبة دي الجلسات التدريبية أو هي الإشهادات الخاصة دي الجلسات التدريبية أول حاجة تلخيص الأراء المهمة للمتدربين يعني نفس ما كل شوية كده أسألكم وفي هنا سؤال هل من المفرود أن يكون المدرب مجرب المهارات اللي بيعطيها طبعا 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 إذن إحنا بنقول مهم جدا أنه هو المدرب يطبق يكون مدقن للمهارة عشان يقدر يوصلها طيب ممكن نبقى نكتب الأسئلة وفي نهاية إن شاء الله هجاوي بكم هده في آخر عشر دقائية نسأل فيه طيب هنا تلخيص الأراء المهمة للمتدربين ليس ألتكم في البداية أهداف الطلب أهداف الدورة التدريبية أو ماذا تتوقع أن تستفيد دي كلها أراء لكم ومن خلال الشوار والمنقشة حتى لو إحنا أولاين مع بعض كده ولكن في تفاعل ما شاء الله تفاعل جميل جدا فالأراء المهمة دي وتوقعاتكم في الاستفادة من الدورة التدريبية ممكن ممكن ما يكونش من أحد هذه التوقعات أنا محططهش من الأهداف يعني ممكن يكون أنا نسيتها أو ممكن يكون فيه هدف أو احتياج لم أضعه في الاعتبار من الأهداف اللي أنتو كتبتوها أو من الاحتاجات اللي كتبتوها فبالتالي رأيكم ده مهم جدا جدا بالنسبة لي لأن أضعه بعين الاعتبار وأبدأ أركز عليه وأقدمه في خلال الدورة صح؟ فإذن مهم جدا تلخيص الأراء المهمة للمتدربين والأخذ بها والإنصاط إليها السماح للمتدربين بالتعبير عن أفكارهم مهم جدا ما يكونوش مجرد مستمعين وللأسف ده منتشر في التعليم عن بعض يعني المتدرب يبقى قاعد مجرد متلقي للمعلومة ده ما يبقاش تدريمه ده يبقى بس إصغاء أو أنه بيسمع بس المعلومة ولكن السماح للمتدربين هنا بالتعبير عن أفكارهم من خلال المناقشة من خلال الشات من خلال أنا أسمح بعض الوقت للأسئلة أو الاستفسارات فده نقطة مهمة جدا جدا عدم السماح بالحوار السنائي طبعا لو إحنا في قاعة في تحليل مباشر أو في تدريب مباشر من إرشدات الجلسة التدريبية إنه ما يكونش إيه عشان كده في البداية خالص بنطلب منهم إنه إغلاق الموبايل طبعا ما أقدرش أغلق أصلبه منكم يعني لأنه فيه منكم أصنا يمكن كلكم حضرين عن طريق الموبايل فلكن في المباشر أو في التدريب المباشر أول شيء بأصلب منهم إنهم إغلاق الموبايل وعدم الحوار السنائي أصلا لو موضوع الدورة التدريبية شيق فهو المتدرب مش هيميل إيه سبب الحوار الجانبي لما يكون المدرب أو المتدرب مالي مثلا بيسأل في حاجة مش واضحة فلما أبدأ أوجه في الجرسة التدريبية إن اللي عنده سؤال يكتبه في ورقة وفي نهاية الجرسة يبقى يسأله فبالتالي خلاص هو مش هيسأله بجامله بحيث لو فيه حاجة مش واضحة بالنسباله أو فيه سؤال معين في الموضوع الدورة خلاص عارف إن هيبقى فيه رأيه مهم وهيحترم وهيتجاب عليه بعد جد عدم سيطرة أحد الأفراد على نقاش المجموعة دي مهمة جدا جدا بيلاقي بقى فيه هنا المتحدث الأبق في كل دورة تدريبية بيلاقي المتحدث الأبق فده بيعمل إيه؟ بيسرق الوقت الدورة التدريبية بيلاقيه بقى كل شوية فيه ناس كده فيه ناس بتحب المشاركة يعني هو مش ذنبهم ولكن بنلاقيه بيضيع وقت كبير جدا فإذن بالتالي إحنا لما ندي موضوع وقت للنقاش يعني هي دقيقة وحدة كل واحد بيعبر على الرأيه ما نسمحش لأحد إن هو يستحق فرضا إن هو لقيته أخذ وقت كبير فممكن في هذه الحالة لابد من مقاطعة بإيه؟ بإسلوب راقي المقاطعة هنا بإسلوب راقي بابتسامة بنبدأ نرفع علامة مثلا بيد ونعمل عملية المقاطعة فبالتالي إيه؟ عشان نوضح له إنه أو الوقت أو ممكن نقشر إيدنا كده على الوقت على الساعة فنقول له إيه؟ يعني بإسلوب راقي وبإسلوب يعني حلو هو الاتفاق على إيه؟ إن إحنا فيه مقاطعة للوقت إنك أخذت وقت كبير الربط بين التأمل والتفكير والأسئلة التي يجب أن يسألها أن نصمم نفسه يعني بمعنى الصحة إحنا نستخدم استراتيديات نفس ما استخدمت كده في البداية خالص العصف الظهني فإحنا بنربط بين التأمل والتفكير والأسئلة اللي هي إيه؟ اللي إحنا بنسألها لما نيجي نعمل عملية عصف الظهني فبالتالي ما نقولش لأ إنت أجابت غلط طبعا لما نيجي حد يجاوب يقولك لأ غلط لأ لأ مش كده فبالتالي اللي بيشارك ده إيه لا هيحصل له مش هشارك تاني خاط وخاصة الكبار يعني ممكن الأطفال عادي بالنسبة لهم لكن الكبار وخاصة لما يبقى تخيلوا مثلا حد طبيب وبيقدم دورة لأطباء فكل واحد جاي فيهم كده ان هو إيه يعني يعني لو وضعه لو مركزه أو أيا كان للمتدربين أيا كان فبالتالي لما تقوله لا إنت أجابت غلط فإبقى الموضوع وحر جدا ممكن ما يجيش أصلا بعد كده أو ممكن ما يكملش الدورة التدريبية ممكن ما يسألش ممكن بعد كده ما يشاركش وكذا حد فبالتالي هنا بندفترة للتفكير والتأمر والعصف الظهني وما نعلقش أنت إجابتك صحة أو خطأ بعد ما اسمع كل التعليقات وبعد ما اسمع كل الإجابات بتبدأ تقول إيه هي الإجابة الصحيحة فبالتالي إحنا كده ما أحرجناش حد وسمحنا أكتر للعصف الظهني لكن من أول مرة هقولك لا إنت إجابتك خطأ أو إجابتك صحيحة فبالتالي كده إحنا إيه أيدنا التفكير تمام فعلا كمان التحفيز دور مهم طيب لاتس جو إحنا دلوقتي في ناس تقول إحنا كل ده لسنا بدقناش لا إحنا بدقنا بدقنا تكلمنا عن المحاور تكلمنا عن الأهداف تكلمنا عن أعداد الحقائب أهمية أعداد الحقيبة التدريبية هنبدأ أول جزئية بقى في التدريب قبل ما نبدأ أي شيء وهو أثقة بالنفس وكسر الخوف بس حب أعرف في الشات هنا كم واحد لم يبدأ التدريب بعد يعني في ناس عارفة في منكم مدربين في منكم ما بدأش تدريب أصلا يكتب واحد يكتب رقم واحد في الشات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر تمام تمام حب حب يعني عدد لا بأسة به تمام كويس طمنتوني يعني مش كل اللي معانا مدربين تمام جدا حب ممتز جدا طيب الناس اللي هي لسه ما بدأتش تدريب أصلا ايه أول حاجز بالنسبة لك نكتب الناس اللي هي ما بدأتش أصلا تدريب ما هو الخوف الخجل ايه هو الحاجز الخوف الخجل الخوف الخجل الخوف الخجل تمام عدم توفير الوقت لا ده مش حجة عدم توفير الخجل الخجل تمام بداية الموضوع عدم استقام عدم استقام الخجل الخوف تمام 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 جدا يعني الأغلبية برضو هي ايه ما صحة يعني ما جاتش الفرصة ان شاء الله هاتيدي تمام منتز جدا منتز جدا يبقى إذن فعلا هي دي البداية اللي هو تحدي نفسك تحدى نفسك هنتحدى نفسنا في البداية لازم طبعا الناس اللي بتقولي انه ما فيش وقت لا موضوع ما فيش وقت ده هي نبدأ يعني نبدأ بتجهيز الحقيبة التدريبية نبدأ بتحديد الأعدار نبدأ بإعداد البرنامج التدريبي وصدقوني صدقوني هتبسط لأقول ايه جاه اللي ما جاتش فرصة اللي ما جاتش الفرصة الفرصة الناس اللي بيقول ما جاتش الفرصة ابدأ صدقوني دي قاعدة أساسية بحياتي أنا ببدأ وبعد كده لإيه يعني ابدأ والعاون بإذن الله بإذن الله بإذن ربنا صدقوني إن حاجة اللي انتو تعبتوا فيها وأخدت من وقتكم ومجهودكم هيجي لها وقت الوقت اللي ربنا بيريده مش الوقت اللي احنا عايزين يعني لأ هي لها وقت وهايجي لها إن شاء الله وقتها طالما إنت تعبت فيها واكتهدت فيها فاللي خلاص حطته للوقتي أو من اليوم أو من الآن من الآن انتم بدأت أول خطوة في مشهور التدريب طيب إذن أول شيء أتحدى نفسي أتحدى نفسي في الوقت أتحدى نفسي في أني أتعلم 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 يعني لا أتوقف عن التعليم لا أتوقف أبدا عن التعليم والتعلم تمام؟ خلاص نحدد مجال التدريب دي نقطة مهمة جدا نحدد فيه ناس بتتدرب في كذا مجال مختلفين لا والموضوع مش كده موضوع فين ده خصوصة أنا أساساً برمجة فبأدرب في مجال البرمجة طيب عملت إيه؟ اشتغلت في وزارة التربية في الكويت أسقلت مهاراتي في المجال التربوي كملت المستر والدكترها في علم النفس التربوي عشان أقدر أقدم أو أدي الوظيفة بتاعتي فده مدت التكنولوجيا مع التعليم فبالتالي التعليم والتكنولوجي والبرمجة كلهم حاجة يعني إيه؟ مرتبطة بعض بعد كده طورت من مهاراتي وبدأت أقدم دورات في تدريب المداربين مهارات التفكير كل ده أيضاً مرتبط بالمجال التربوي كل ده مرتبط بالمجال ده ما ينفعش أجي مثلاً أدي دورة تدريبية في في حاجة غير تخصصة يعني مثلاً في الحاجة مثلاً في الصيدلة مثلاً لكن لا لكن أي حاجة مهارة قدمتها ادربت عليها كويس وأتقنتها بشكل جيد جداً كان فيها اختبار وكتسته فبالتالي أخدت خبرة كفاية فيها ما فيش مشكلة أن أقدم دورة فيها بس أهم شيء يكون فيه العلم الكافي التدريب والممارسة اكسب المهارة بشكل كبير جداً 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 وبعد كده نقدر إيه؟ نقدم فيها دورة تدريبية لكن ما أخرجش خالص عن المجال مجرد أن أنا أخدت دورة في حاجة وروح تقدمها لأطاء أكبر خطأ يبقى نتحدى نفسنا نحن نتعلم ثم نتعلم ثم نتعلم الوقت الخوف والخجل اللي هو بقى ايه؟ معظم إن الإجابات كانت نخوف والخجل على فكرة الخوف والخجل ده مش عيد يعني الناس اللي بتقول أنا خايفة وحاسيني إن دي مشكلة نفسية لا أبداً أبداً يعني أنا بشوف في مؤتمرات دولية كبيرة ناس يعني ليهم مركز أو ليهم منصب مناصب فعلاً وبتقف شفتها بعيني يعني حد منصب كبير جداً واقف على الستاجي بيتكلم معاه ورقة بيتكلم منها دي أول حاجة إيدي بترجف شخصية كبيرة إيدي بترجف وهو بيتكلم وهو شخصية قيادية كبيرة بنلاقي أحياناً في ناس تقف تتكلم الصوت بيروح منها فعلاً فده بسبب إيه الخجل الخوف الخوف مش لازم أنا خايف من ناس الخوف من الخطأ الخوف الخوف من إيه من التعليق الناس من رد فعل الآخرين فهي كل دي مخاوف كل خوف له سبب يعني كل واحد الخوف ده له أساس يعني فيه ناس بتخاف من رد فعل الآخرين فيه ناس تخاف من التعليق الناس فيه ناس تخاف أنها تغلق فيه ناس تخاف أن ما تقولش حاجة يعني كلامها ما بقاش مخنع الناس تضحك على الكلام اللي قالته مثلاً يعني فكل دي أسباب الخوف طيب كيف يتم علاج المدربين بقى اللي معانا ممكن كده تده نصيحة اللي هما لسه بودان كيفية كسر حاجز الخوف الإعداد الجيد والتمرين على الإقاء ممتازين جداً بالتدريب بالتدريب أيوة التدريب صحي كده الممارسة الإعداد الجيد بالممارسة كسر الجريد التفاعل مع الجمهور تمرين كسر الجريد ممتاز جداً التدريب على الإلقاء أمام الأصدقاء والأهل تمرين أمام المرآة برافو برافو التعلم والتعلم والتعلم ممتاز جداً التحضير ثم التحضير المحاكاة الشراق المدربين عمل بروهو ممتازين جداً طيب إيه هي بقى أسليب كسر الخوف تمام ممتازين جداً يدب إذا زيادة الثقة بالنفس زيادة الثقة بالنفس تجيب في طريقتين الثقة بين المعلومات اللي نحن هنقولها لو بحدث واصق جداً من المعلومه اللي بيقولها فشرق ما بيفكرش في أي لив leveling غير المادة العلمية في فعلا نفس ما قلته التمكن من المادة العلمية يبقى دي أول الجزئية يبقى أول نقطة مهمة جدا عشان كده بقول ما ينفعش أخذ دورة وروح أقدمها وروح أدرب فيها لأ أكيدها تغلط يبقى إذا ممكن هتسير السؤال ما تعرفش الدوام فبالتالي أول شيء الثقة بالنفس هو الثقة بالمعلومات واستمكن من المعلومات اللي هقدمها أقرأ فيها كتير أتفرج عليها على فيديوهات كتير فبالتالي متمكن من المادة العلمية تاني شيء الثقة بالنفس الثقة بالنفس تأتي من الممارسة يعني نفس ما قلنا لإيه الممارسة كل ما بتمارس أكتر التدريب كل ما إيه كل ما تتقن التدريب أكتر فبتيجي الثقة بالنفس البروفا أو التدريب المسبق يعني لما قلنا ممكن قدام المراية بعد أسجل فيديو حد يصورني فيديو من الأهل أو من الأصدقاء وأنا بشرح وبنشوف نفسك فيديو وبتبدأ تقول إيه الملاحظات لأن أكتر حد يقول ملاحظات أو يعني يكون صادق مع نفسه هو أنت مهم جدا المصدقية مع النفس دي نقطة مهمة جدا جدا عدم الاخترار بالعلم يعني فيه ناس بتختار بالعلم وبالتالي دي بداية إيه الفشل فإذا دي نقطة مهمة جدا تعلم ثم التعلم ثم التعلم ومهما أتعلن أحس أن أنا لسه لسه ينقص نعلم لسه ينقص نعلم لحد دلوقتي بتعلم إن شاء الله هنتعلم أكتر وأكتر فده النقطتين دول مهمين جدا إيه بيزيد الثقة بالنفس رأي الآخرين فيك ليس فيك رأي الآخرين عنك ليس فيك إنها شايف نفسك إيه إحنا شايف نفسي إيه مش لدرجة الغرور لأ شايف نفسك إيه بمصدقية بواقعية أصور نفسي أو حد يصورني وبشوف الفيديو وأعدل عليه وارجع تاني أشوف فيه تعديل يبقى إذن فيه إيه في تحسن مستمر ده التحسين الأداء والبدء يعني أصعب حاجة هي البداية مجرد ما نبدأ فيه ناس عندها كل ده فيه ناس عندها ثقة بالنفس ووثقة جدا من معلومات وعندها معلومات فعلا قيمة تستحق إن هي تنشرها ولكن الخوف بس من البداية الخوف من البداية يعني دائما دائما البدء في الفعل هو أول خطوة هو أول خطوة للتخلص من المشاعر السابقية البدء في العمل والإنجاز دي من أكثر الحاجات اللي بتساعدنا في التخلص من أي مشاعر السابقية لكن طول ما إحنا ديسنا مبدأناش فدائما التفكير المستمر في الفشل التفكير المستمر من رد الفعل هيبقى فيه تفكير مستمر فلكن نبدأ الثقة التامل بربنا سبحانه وتعالى الاستعانة بالله دي أهم نقطة يعني استعان بالله وتوكل دي نقطة مهمة جدا مراعاة الضمير والنية زي ما قلنا نشر العلم النية دي مهمة جدا جدا وفيه بقى تمرين لكسر الخوف ده ايه هو التمرين ده تمرين الألم زي منخلي حد مننا على فكرة كان فيه من ضمن المتدربين معايا مرة في التدريب مباشر حد بياخد دورة تدربية على أساس ان هو يبقى مدرب تايكوندو واخد يعني واخد ميداليات في الكونجو فو أنا أسفل كان في الكونجو فو حاجة زي كده يعني واخد ميداليات وبطولات والحاجات دي كلها وحابب ان هو بقى يدرب فقال ايه ان ااخد دورة مدرب عشان يبقى معايا شهادة واروح اي مركز رياضي أقدم أكودش يعني في المجال الرياضي ده تخيلوا تمرين كسر الألم ده ما قدرش يكسره والله يعني حقا يعني صدقا هو ما قدرش يكسر الألم هو هنا كسر القلم أو تمرين كسر القلم ده بقوة التفكير وليس بالقوة الجسدية بقوة التفكير وليس بالقوة الجسدية فهنا ممكن ان ساذ محمد آآ كآآ محمد قدري ساذ محمد قدري ممكن ان انا اسمح لك بالمدخلة الصوتية يا ريت تقول لنا كده بس اعمل عليها من اتراف عالياً آآآ وتقول لنا تجربتك في هذا التمليل لان مهم جدا يكون حد يطبقه ويقول لنا النتيجة احسن بكتير طبعاً من انا اللي اقول النتيجة ساذ محمد قدري تعمل علامة رفع اليد عشان افتح لك دي اسمع الصوت اول لجرب التمرين ده اول لجرب التمرين ممكن يعمل علامة رفع اليد تمرين القلم ساذ محمد قدري قال ان هو جربه صحي كده بس اعمل علامة رفع اليد عشان اقدر اجيب اسمك لأن هنا نمشو الله الأساني بس أعمل علامة رفع اليد أعمل علامة رفع اليد عشان أقدر أرشبت إسمك كلا ستتبقى في قائمة الأساني لما بنعمل علامة رفع اليد بيطلع الإسم فوق أيوة تمام أفكت أوكي تفضل كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يحفظ تجربتي كانت ناجحة جدا يعني فعلا كان إلك التفكير بأنه أنت ممكن تكسر الألم أنا جبت مجموعة من خمسة أقلام بس أنه فكرت يعني فعلا أنه أنا قادر أنه هذا القلم خفيف جدا ولا يمكن أن أكسره في شهورة فعلا نجحت مع أني جربت نفس التجربة فيه ما بعد بس ما كان هذا الشعور موجود فيني وفشلت وأصابعي يعني وجعتني طيب من المرر كم وتكسر الألم هل تكسر من أول مرة؟ نوع إيه أول ثلاث أقلام انكسرت من أول مرة هي التجربة الأولى بعد فترة فترة لبأس بها مفتح الموضوع نفسه وحاولت أنا بس ما كان عندي ثقة ففعلا يعني الأقلام ما انكسرت وأصابعي يعني وجعتني ممتاز معيني نفس النوع الألم نعم مع نفسها يب إذن هنا انت في المرة الأولى أو في المرات الأولى كان إيه التفكير اللي في دماغك وخلاك إنك تكسر الألم ثقة عالية كانت التفكير يعني فيه ثقة عالية جدا فاستطاع طوعة بشلو نكسر بشهولة كانت الأقلام يعني أصلية يعني طيب هالثقة دي ما كانتش موجودة في المرات الثانية؟ بالضبط في المرات الثانية إجت فجأة إجوا مجموعة يلا تعال جرب تعال جرب معنا كذا فما كان أنا عندي ثقة إنه فعلا إنه أكسبها فبجوز الخوف بجوز أنه أمام الناس يكي كان في كتير ناس فهذا تفلي أثر فيني بالمرة الأولى أشكرا ممتاب جدا ممتاب شكرا جدا للمدخلة شكرا دعاء هل أنت بربطي بردو؟ المثل حاجة تفضلي دعاء دعاء تفضلي طيب عولا عولا هل جربت نفس التمرين؟ تفضلي عولا أنا ما سمحك الماء السلام عليكم يعطيك العافية السلام هو مو تجربة بالألم بالضبط بس كانت تجربة مشابهة مع واحدة عمرها 13 سنة حابة إنها تلقي هي معنا كانت بي أنا المعضو بتوست ماستر فتعرفت عليها هناك فقالت لي إنو عندها مشكلة بالإلقاء ومو عارفة تطلع تلقي فأخذتها في رحلة كوتشينج بتعتمد على التساؤلات وجعلها هي تدرك المشكلة تبعتها وإيجاد الحل لها فأخذنا المشاكل الخوف اللي كانت بتعاني منه إنو بتخاف مثلا من زميلاتها يحكوا عليها فناقشنا الموضوع بحيث إنو رأي الآخرين هو مهم لتنمية الذات وليس مهم إنو ناخدوا على محمل الشخصي هذه كانت النقطة الثانية كمان اللي بتخاف منها إنو خايف يكون إنو 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 إن كون رأيهم بقراءتها بالإذاعة إنو بتكون سيئة فكمان ناقشنا الموضوع إنو إياها بحيث إنو واجهت المشكلة بإنو اختلاف الآراء هو ليس بـ لا تاخدوا على المحمل الشخصي وإنما تاخدوا على المحمل العاملي وتتعلم منه كيف تحسن من قراءتها ففعليا النقاش بالصوت العالي حينا والتفكير بالصوت العالي وتحسين ثقة الشخص اللي أمامنا والنقاش في الموضوع على المستوى الفكري العقلاني فعلا ثاني يوم طلعت في الإذاعة وبشرتني إنو هي كانت في الإذاعة وأصرت إنها تطلع وكانت جداً مبدعة والكل كان ردت فعله جداً رائع ممتاز ممتاز فقطها في نفسها هي اللي كانت سبب دافع تبعها إنها نجحت بالموضوع ورحت تكمل وتستمر بالتعلم ممتاز ممتاز جداً أشكرك أشكرك أستاذ عنا إذن هنا عملية أو تمرين القلم إحنا بنتكلم بالتحديد في تمرين القلم لما نقول رأي الآخرين أو إحنا التفكير في رأي الآخرين إحنا بنغضو على إن هو نقاط تحتاج إلى تحسين ناخدها بهذا المبدأ إنها نقاط تحتاج إلى تحسين يعني لما حد يقول لي إن هي ملاحظة عندك طبعاً فيه اسلوب الناس يعني هو بيختلف على حسب الاسلوب في الناس بتنتقد بشكل يعني جارح جداً ولكن إحنا تركزنا كله على إن هي نقاط تحتاج إلى تحسين فقط لغير ليست ناقد وليست سلبيات ولكن طريقة التفكير في هذه المواحدات هي اللي بتغير أو هي اللي بتعطي الثقة بالنفس طيب أول شيء طريقة تطبيق هذا التمرين زي ما قلت لكم إن هو فعلاً نفع مع ناس كبيرة أو كثيرة من كافة الأعمار سواء كان أطفال دربتوا منهم ويبقى مدرب أو للتحدث أو حتى اكتبار هو إن كسر القلم ليس بالقوة الجسدية ما فكرش أبداً إن أنا هقدر أكسره أو لا هو بقوة التفكير فبالتالي أبدأ أفكر في إيه هي الشيء اللي بخاف منه كل واحد عدم الثقة بالنفس أو الخوف أو الخجب بيكون بسبب شيء أو بسبب نقاط معينة في ناس من رد فعل الآخرين في ناس خايفة تغلط في ناس خايفة ما تبقاش يعني ما تقدمش اللي هي تطمح إليه أو بالطريقة اللي تطمح إليها فبفكر إيه سبب أو بحدد أول شيء سبب الخوف وعدم الثقة بالنفس بتغير إن اللي قدامي ده هو ده الشيء اللي أنا خايف منه مش ألم يعني أنسى تماماً إنه قلم مفكرش أبداً إنه قلم أو الأمامي هذا قلم ولكن إنه الخوف أو الشيء اللي أنا بخاف منه سبب الخوف نفس وبتخيل ببدأ إن أنا إما بالصبع إيه أو بصيف اليد يعني ممكن كده إذا شايفيني بالكاميرا بصيف اليد ببدأ إيه أو بالصبع إيه الكبير ولكن أنا بصيف اليد أفضل ببدأ إن أنا أكسر وأنا بكسر قبل مبدأ التكسير بأخذ نفس عميق تنفس شهيط من الأنف والفم مغلق بعد كده أحتفظ بالأكسوجين أعلم أنهم يعني أنهم ليسوا سعجين، زفير بهدوء زفير بهدوء، وانا بعمل الإزافير أقول الحمد لله توكلته على الله وبالتالي اللي قدامي، دا الحاجز اللي أنا أخايف منه الحاجز اللي أخايف منه، الجمهور، الرد الفعل، اللي الكلمات السلبية كل الحاجات اللي أنا خايفة منها بتخيلها هي دي اللي قدامه وده اللي أنا هاكسره وليس قلم وبالتالي ببدأ إن أنا إيه باكسر بصيف اليد فبالتالي بتلاقي فيه قوة وفيه ثقة بالنفس التمرين ده أعمله إمتى؟ أول مبدأ فيه إن أنا روح الدورة التدريبية اللي هقدمها أو قبل مبدأ أتحدث حتى قدام الجمهور يعني دورة التي أو تي ليست فقط للي محتاجي بقى مدرب لأ ده هي من مميزاتها أو من ضمن أهداف هذه الضغرة اللي إنتوا حضرين معي دلوقتي الثقة بالنفس تمت مواعبة الثقة بالنفس فهذا التمرين ده تم الثقة بالنفس بتيجي لما نقدم معلومات نتكلم يبقى فيه شوار فيه حديث فهو ده كله محتاج ثقة بالنفس فبالتالي هذا التمرين مفيد جدا جدا للناس اللي يجبت عن ده مشكلة الخوف أو الخيال تجربوه اليوم إن شاء الله وهسمع النتيجة إن شاء الله إن شاء الله المرة إجاية يا ريت بإذن الله أعيد الجزئية الفقرة الأخيرة الفقرة الأخيرة أن أنا بقول على تمرين كسر أو تمرين القلم ده التمرين ده بيزيد أثقة بالنفس طريقة تهدى التمرين أول شيء يعني نفس بعمق شهيق من الآن فم مقفول أخذ أكسوجين أحتفظ بالأكسوجين أعد خمس عداد بعدين زفير بهدوء وبعد كده هتخيل اللي قدامي اللي أنا هكثره ده مش ألم دقة أنا يعني محطش في بالي خالص أن أنا هكثر ألم لا أبدأ أشوف إيه هي النقاط الرئيسية اللي أنا بخاف منها أو هي هي أسباب الخوف ما أسباب عدم الثقة بالنفس وكأن هي دي جمعتها قدامه هي دي اللي أنا هكثرها أكثرها أكثرها بسيف اليد أو بهذا كده بالطريقة دي ولكن بسيف اليد بيتم إيه كسر حاجز الخوف فبالتالي ده بيعطي ثقة بالنفس بشكل كبير طيب هنا هنا أولويات التدريب أو المدرب التحضرية إيه هي أول حاجة نفكر فيه أو ما هي أولوياتنا الانضباط نفس ما قلنا أن المدرب قدوة قدوة بيعدل السلوك فما مهم جدا أن أكون شخصا منضبط عشان أعلم الآخرين الانضباط أنا ألتزم بالصفات الحميدة أو أتصف بالقيم التربوية الحميدة حتى أكون إنقي قادر على توصيلها المتعة في التعلم نفس ما قلت عشان يكون عندك ثقة بالنفس يبقى أن أتعلم ثم أتعلم أكثر حاجة ثقة بالمدى المية يبل التعلم المستمر تنمية المهارات الشخصية يعني لما كان فيه سؤال اللي أقدم دورة ممكن حاجة أنا نطبقتهاش طبعا لأ عشان أقدم دورة في شيء طبقته أولا مهم جدا أن نحن نطبقه أولا مرة واثنين 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 هذه المهارات فبالتالي إحنا نمينا أولا مهاراتنا الشخصية وبالتالي نقدم فيها إيه؟ الدورة التدريبية إتقان المهارات الأساسية للتعلم والتعليم اللي هي طريقة بقى توصيل المعلومة طريقة اكتساب المعلومة وتطبقها وتفعيلها فإتقان المهارات الأساسية للتعليم والتعليم هذه هي أولويات المهمة الأولى لأي مدرب الأولويات التحضرية مثلا اتفقت مع مؤسسة أنك هتقدم دورة تدريبية يبقى الانضبط بالوقت الالتزام ما جيش بعدين أقول لا أنا مش هقدر أنا أعتذر قبل ما تاخدوا القرار وتوافق على تقديم هذه الدورة الأولوية لابد أولا أن تفكر جيدا وتكون منضبط في هذا القرار واستمتعد بالتعلم أو نتعف التعلم ده شيء مهم جدا وعلى فكرة أن نحن نكون مدربين ده بيخليك أو بيكون سبب رئيسي وتشجيع أكثر أن نحن نستمر في عملية التعلم ما يفعش هي نفس الحقيبة التدريبية أو هي نفس المادة العلمية كل مرة أشرحها بنفس الطريقة لا ده في كل مرة لازم يكون في تطوير في تغيير وفي تحسين مستمر طيب كيف نغير المتدرب؟ هنا التدريب هو عبارة عن تغيير قناعات تغيير اهتمامات مهارات اكتساب مهارات وإحنا نكون قدوة نفس ما قلت هنا إنك تكون قدوة وتتصف بالعلاقات العلاقات الطيبة مع المتدربين إحنا هنا بقى نتكلم في المدرب المبدع هو الذي يعمل مع المتدربين وبالمتدربين يعني ما يكونش مجرد ملقن للمعلومات؟ لا ده هيكون فيه علاقة طيبة يكون فيه مهارات بيكسبها للمتدربين مهتم يغير اهتماماتهم يعني مثلاً لما جاء أدرب متدربين على التكنولوجي مثلاً يقدم دورة في التعليم الإلكتروني لأعضاء هيئة التدريس كلهم أكبر مني اللي بيكبر أكبر مني بعشرين وعشر سنين والناس بقى الكبيرة اللي هي إيه؟ مش مقتنعين أبداً باستخدام التكنولوجي ولكن في فترة كورونا كان حاجة يعني بها أهمية بحتة يعني حاجة رئيسية ففي البداية خالص هم مش مقتنعين أساساً ولا معترفين بحاجة اسمها تعليم عن بعض لكن لما بدأوا يحبوا التكنولوجي ويعرفوا أفوائدها واختلفت اهتماماتهم اختلفت اهتماماتهم وضغيرت قناعتهم فبالتالي بدأوا أن هم يكتسبوا المهارة ويكتسبوها بكفاءة عالية جداً ده مش بس كده ده هم استمروا حتى الآن بقى جزء مباشر وبقى جزء هم يعملوا تعليم عن بعض أو بيستخدموا تعليم عن بعض واختبارات إلكترونية وبقوا متمكنين جداً ليه؟ لأن في البداية خالص تم تغيير الإيه؟ أو قدرت الحمد لله فضل ربنا أن أنا أغير في اهتماماتهم وأغير قناعتهم فبالتالي بدأوا أن هم يكتسبوا المهارة إذن هنا المدرب المبدع هو الذي يعمل مع المتدرب وبالمتدرب يعني لازم يكون المتدرب عنصر فعال ومشارك نفس ما أنتوا كده معايا فعالين بشكل مباشر أو بشكل متميز وبتشاركوا مشاركات رائعة جداً جداً أتمنى أن اليوم ما يكونش أثقلت عليكم هو يكون اليوم مفيد بالنسبة لكم ياريت اللي عنده أي سؤال بيرفع علامة رفع اليد أو بيعمل علامة رفع اليد في يعني كل واحد بس أشكركم شكراً جزيلاً لكم شكراً جزيلاً لكم نكتب السؤال ياريت نكتب السؤال موضوع أنها تترفع على اليوتيوب أعتقد لا يعني هو تواصل مع إدارة الجامعة هم اللي عندهم فكرة عن موضوع التسجيلات والمادة العلمية كل ده أشكركم شكراً جزيلاً لو في أي سؤال ياريت نكتبه في الشن لو حد عنده أي سؤال أشكركم جزيلاً والله خير نعم في شهادة بنهاية الدورة لا مش برسوم ولكن شرط الشهادة اجتياز الاختبار وفي مشروع هيتم تسليمه إن شاء الله هبقى لكم بعدين المشروع شكراً جزيلاً في أي سؤال ياريت نكتب لو في أي سؤال ماذا من الحضور لا لازم في من شروط الشهادة أيضاً هو في كل نسبة حضور ده من شروط التسجيل كان الحضور مهم جداً جداً لأن عليه نسبة يعني إن شاء الله هبدأ أشرح لكم قبلها بمدة كافية في الدورة لكن يوجد نقص طيب ديئة واحدة بس يعني السؤال هنا هل يوجد ملاقة علم للردوء عليه؟ ممكن ترجعوا لإدارة الجامعة هل منها ممكن تساعديني في التسجيل موضوع التسجيل ده كله تبع إدارة الجامعة يعني أنت أخذت الرابط إزاي ملاك؟ يعني كيف دخلتي أصلاً؟ وإنتي مسجلتش؟ إن في أجازة بالعيد؟ آآ آآ في أجازة بالعيد إن شاء الله إحنا هنمشي يوم يوم يعني في جدول التدريب موجود أصلاً فإن شاء الله في أجازة العيد طبعاً؟ آآ 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 نعم جامعة رجز من الجامعة إفتراضية معتمدة في تركيا وليها مقارنة في تركيا توقيت تركيا توقيت اسطنبول مشروع التسجيل والدخول بالاسم الثلاثي المشروع ان شاء الله هقوله بعدين مش دلوقتي هقولكم ان شاء الله المشروع هنتكلم اكيد قبلها بمدة يعني ارجاعهم لإدارة الجامعة ولكن اتوقع لا ولكن هنا امتحان الكتروني هيبقى امتحان الكتروني ان شاء الله في اي سؤال في موضوع المحضرة نفسها في اي سؤال طب هل هيفوت عليك الصلاة يعني بالنسبة للسعودية هل بيجي عليك الصلاطين مع بعض اشكركم اشكركم شكرا جزيلا وهل هل ممكن ان شاء الله ممكن ان شاء الله ممكن اعمل بريك كده بعد الساعة الاولى خمس دقائق في مصد يعني الحضور عليه نسبة الحضور عليه نسبة الحضور عليه نسبة مببوضة في السجل يعني شرط الشهادة الحصول على الشهادة مجانا ولكن شرط هو الحضور والاختبار اجتياز الاختبار والمشروع اللهم امين ان شاء الله انا بقى ان شاء الله بقى لديكم بريك ان شاء الله هو خلاص احنا نوعد ان شاء الله الساعة ستة بتوقيت اسطنبول الساعة ستة بتوقيت اسطنبول من ستة لتم احب اسألكم على موضوع فورم الفضور ان شاء الله في فورم تمام ان شاء الله اسألكم على فورم الفضور اشكركم شكرا جزيلا والقاكم باذن الله في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بالنسبة لأهل الكويت يعني من ستة لتمانية اعتقدوا نفس التوقيت من ستة لتمانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة